إيه الأقناعة اللي بيستخدمها يوسف زيدان وهو بيلعب أدواره في مسرحيته؟ لا أنا مش مقتنع بحكات الأقناعة دي لأنه هي بعد ما تكون عندي يعني يعني شيء بعيد قوي، ليه؟ برسونا، القناعة برسونا يعني مستحيل تكون بتعامل كل حد زي التاني وبنفس الطريقة وبنفس الأداء لا فيه مستويات للتعامل يعني أنا هكلم ولد بيكلمني من أطراف قرية ما هو ده قناع؟ هتعمل قناع المتفاهم؟ لا دواجب بصورة، فيه تعدد أدوار فأنا لما بقول محاضرة غير لما بعود مع مجموعة شباب أناقش معهم أفكارهم غير لما بتحدى بالضبط ما هو مش لازم الأقناعة تكون للخداع دي أدوار مش أقناعة الأقناعة مش لازم تكون للخداع الأقناعة من أدوات المسرح الحقيقية الأساسية طيب بس أنا فضل أسميها أدوار إنه أنت وأنا والتاني والتالت بيلعب دور مع طفل صغير ومع شخص بعدي وشخص بيحبه دي أدوار مختلفة يوسف زيدان بيتنصل من الأقناعة؟ مش بيتنصل بسميها الأدوار المطلوبة مننا مدامة هي مسرحية طيب إيه الأدوار اللي بتلعبها؟ لأ حاجات كتير عندي دور واسع جداً مع اللغة اللغة دي قصتي الكبرى السيغة والإيقاع والموسيقى الداخلية للعبارة وكيف تكتب الرواية بأسلوب شعري وإمتى أقف عن البوح وإمتى أستطرد اللغة دي قصة ضخمة جداً في حياتي يعني موسيقى